هل رأي عطية مقرودة لهم قالي النظارة هتفتن على سنك 49 كل سنة وانتو طيبين خلوني أرحب جدا بضيوف الأعزاء داخل الستوديو دكتور أحمد ماهر الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية منورنا يا دكتور أشكرا عام بل إيه كله تمام؟ الحمد لله ودكتور أحمد كان عشر قديمة هنبقى نحكي الموضوع ده بعدين دكتور شفيق التلولي المحلل السياسي الفلسطيني الكبير والمعروف منورنا ونورتنا كما جارت العادة يا دكتور ربنا يخليك يا رب عايز أستأذن بما أن دكتور أحمد ماهر أول مرة ينورنا في الساديو دكتور شفيق خلاص صاحب بيت دلوقتي دكتور أحمد ماهر خلاص برضو هياخد جزء تاني من البيت وكذا فهينورونا فهبدأ بدكتور أحمد ماهر ما سبب زيارة أو في هذا التوقيت تحديدا زيارة الرئيس الفلسطيني للقاهرة في لقاء ثنائي ليس ثلاثيا ليس رباعيا مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولا الزيارة دي معادها مهمة جدا لازم نحط عليها سبوت قوي جدا لأنها قدرت أنها تأخذنا للخطوة التانية احنا دلوقتي احنا في مصر لما قدمت مبادرة لوقف اطلاق النار وأتمنى طبعا بعد كده تتزاعي يعني معنا مبادرة لوقف اطلاق النار اللي هي من ثلاث مراحل كانت البداية بتاعتها من أن احنا في خطوات فيها تتعمل منها في الكلمرها الأولى أن يبقى فيها حكومة تكنوكراط فحكومة التكنوكراط دي هتكون بعيدة عن زي ما كانت المبادرة مقدمة يعني أن مش هيكون فيها أي فصائل فلسطينية لا فتح للسلطة فلسطينية ولا حماس ولا جهاد ولا غيرها فمعنى كده أن المبادرة رفضت يعني هم قالوا لا احنا كده مش هنكون في الصورة اللي هي حركة فتح والسلطة فلسطينية فهم رفضوا المبادرة واعترضوا عليها لغاية لما المصر عدلت من هذه المبادرة بتعديل تاني في مرحلة أولى أن هم شالوا البند ده وقالوا أن احنا نعمل حكومة وفاق وطني أو حكومة وحدة وطنية وده اللي مقدمة دلوقتي يعني حركة فتح أو السلطة فلسطينية أن يدخل كممثل وحيد لسلطة فلسطينية السلطة ويدخل معها عناصر من حماس وعناصر من الجهاد ويشكلوا كلهم مع بعض حكومة موحدة تتكلم باسم الفلسطينيين بالكامل طيب هنا أرجع للدكتور شفية الولية هل هل إحنا هنذهب إلى حكومة محاصصات ولا هنذهب إلى حكومة المحايدين زي ما كان بيكلم دكتور رحمد ماري حكومة من أصحاب الخبرات تكنقرات لا توجد لهم أي ميول سياسية وإن كنت أشك أن في حد في فلسطين ما ليش ميول سياسية لكن هل سوف نذهب إلى هذا الحل وهل هذا الحل سوف يقبل من كل الأطراف أولا السؤال الجميل حضرتك التي تسأل وتفتتى في هذه المائدة الحوارية المهمة في ظل هذه الزيارة أيضا المهمة ولكن أنا أسأل سؤال من جاوية أخرى لماذا نحن نشكل حكومة بالأساس أو لماذا نذهب لتشكيل هذه الحكومة ولماذا مصر بالتأكيد تصر على أن يكون هناك في حكومة في فلسطين بعد هذا المسلسل الطويل من الانقسام والذي تكلل أخيرا بهذه الحرب البشعة التي تمزق الشعب الفلسطيني يوم بعد يوم الحكومة هي مطلب بالتأكيد وطني مطلب شعبي ينقذ الحالة الفلسطينية مما هي فيه الآن ويستطيع أن يكون قادر على حمل لواء المرحلة المقبلة بعد كل هذا المسلسل الطويل الذي تحدثنا عنه ولذلك الحكومة لها أهمية كبيرة لكن حتى تنجح هذه الحكومة الحكومة يجب أن تكون حكومة توفقية قائمة على مفاهيم أساسية طالما تحدثنا حولها وأهم هذه المفاهيم أن أي حكومة كما وصفت تماما أنه لا يوجد في الشعب الفلسطيني محايد أو مستقل وحتى وافترضنا أن هناك شخصيات تكنقراطية ومهنية جميل ولكن الأساس أن تشكل هذه الحكومة من الإطار الوطني الفلسطيني الذي يجب أن يتوافق عليه كل الفلسطينيين وفي أساس هذا التوافق وعلى رأس هذا التوافق هو منظمة التحرير الفلسطينية لماذا؟ لأننا يجب أن نحافظ على هذا الإطار لأن هناك أيضا مؤامرة كبيرة لفت نسيج الشعب الفلسطيني وتفتيت شرعياته وإذابته هذا لا يعني أن المنظمة لا تؤمن بكل المكونات الفلسطينية نحن نؤمن بحكومة وطنية شرعية فلسطينية يتم التوافق عليها من كل المكونات الفلسطينية تحتلو منظمة التحرير الفلسطينية التي أنتجت الكيانية الفلسطينية المتمثلة بالسلطة الفلسطينية وأعتقد هذا هو مثار الخلاف الطويل خلال كل الحوارات التي جرت بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة وفي غير القاهرة حول إنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية التي كلنا نؤمن فيها ونؤمن بدور مصر الكبير والتاريخي في تثبيت هذه الكيانية وتثبيت الشرعية الوطنية الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار رؤية مصر الكبيرة والجامعة والحاضنة لكل هذه المكونات التي تسعى جاهدة لكي تلم شتات الفلسطينيين سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من عمر القضية الفلسطينية التي يراد لها التصفية والإذابة والطمس وضرب الهوية والرواية والوجود الفلسطيني إذن حتى تنجح هذه الحكومة لابد أن نعود إلى المائدة التي كنا نتحدث عنها وهي مائدة الإطار الوطني الفلسطيني الجامعة لأن الشعب الفلسطيني ليس شعبا جاء من الهند هو شعب موجود على هذه القرد وهذه الفصائل هي كلها دون استثناء مكونات من الشعب الفلسطيني الذي يجب أن تبقى ويجب أن تكون هي قوام تشكيل هذه الحكومة انطلاقا من المكتسب الوحيد الباقي من أسلو وهو شرعية منظمة التحرير وشرعية هذه السلطة الموجودة في رمالله وهذا جيد فلنبني على هذا المكتسب بس علشان يحصل كده يبقى لازم المكونات السياسية الفلسطينية كلها تبقى جزء من مكونات منظمة التحرير بما فيها حماس وبما فيها الجهاد ده أنا هروح لفاصل وهرجع هنا لدكتور أحمد ماهر فيقي تحديدا وده اللي يمكن يبقى نقطة المناقشة ما بين نحن الثلاث أنا علشان أوصل أصلا لتكوين الحكومة يبقى لازم أخلق تهدئة إذن هل المبادرة المصرية أو بالتأكيد المبادرة المصرية هتبدأ الأول بالتهدئة بس شكل التهدئة هيبقى عامل إزاي؟ مدتها عامل إزاي؟ طب التهدئة دي مرحلة أولى أنا عايز أذهب لبقية المراحل حتى أصل إلى تكوين حكومة التكنقراط أو حكومة المحيدي هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام أهلا بحضراتكم مرة تانية وكل الترحيب وضيوفي الأعزاء داخل استوديو دكتور أحمد ماهر البحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وطبعا دكتور شفيق أتلولي المحلل السياسي الفلسطيني الكبير والمعروف وقلت أنا عايز أرجع بعد الفاصل نناقش أمر ما وهنبدأ من عند دكتور رحمة ماهر حتى أصل إلى تشكيل حكومة التكنقراط لازم الأول أعمل هدنة ودي غالبا المرحلة الأولى في المبادرة المصرية فمحتاج نفهم أكتر على مراحل هذه المبادرة وهتمشي إزاي عشان أوصل في النهاية لتشكيل حكومة في البداية المبادرة المصرية كانت بتقدمها في شهر 12 اللي فات يمكن في 24-12 اللي فات على أساس تلت مراحل برضو زي المعدلة كان الهدف فينا طبعا هو وقف إطلاق النار تدريجيا وإعادة الإعمار والإغاثة للفلسطينيين فكانت البرحلة الأولى بتنقسم لأننا لازم من الأول لازم أعمل وقف إطلاق نار لمدة محددة قالوا في البداية أسبوعين وممكن تنتد لأسابيع أخرى لحد الحين ما يتم تبادل الأسرة بعدد معين من الطرف الحماسة تقدم أسرة من عندها مقابل سجناء في الطرف الإسرائيلي وكان متفق على أنه 40 أساط 120 بعدها يحصل أن يتعامل حكومة التكنقراط وحكومة التكنقراط دي هيا تتولى عملية إعادة الإعمار والإغاثة وتشكيل النظام السياسي الجديد اللي هو بعد كده هنبني عليه ودي نقطة دي عايز أركز عليه لأن دي بعد كده هي لسبب خلاف والخلاف ده انتقى خلاص مع السلطة الفلسطينية بكها تحلت في المرحلة التانية أو المبادرة التانية في المرحلة التانية كان المفروض أنها هيتم فيها يعني إشارات يعني كنت هتتعامل أنها هيتعامل برضو استكمال للتبادل الأسرى من المجندات وما إلى ذلك لحين الوصول في النهاية إلى أن خلاص بدأت بشكلة حل القطاع نفسه القوات الإسرائيلية تكون بعدت وخادت يعني مسافة بعيدة عن مناطق السكنية الكسيفة للفلسطينيين ثم في المرحلة التالتة هتخرج خالص أو تماما يعني القوات اللي هي الإسرائيلية عن القطاع وتتولى وقتها السلطة الفلسطينية الحكم أو الحكوم تتكتورات الحكم لحين ما يبقى فيه بعدها يتعامل رئيس جديد للسلطة الفلسطينية أو الرئيس لفلسطين بالكامل على حدود 4 يونيو 67 ده كانت المبادرة الأساسية يبقى أنا كده شكلت حكومة وطنية وإدارت أجيب رئيس جديد للسلطة أو رئيس لدولة فلسطين من البداية دي كانت المبادرة أو دي كانت أهدافها لكن كان قصادها تحديات كانت التحديات دي من 3 أطرف أول طرف كانت السلطة الفلسطينية وهي اعترضت على موضوع أن إزاي أنت عايز تجيب الحكومة التكنوكرات وإحنا موجودين إما إحنا الممثل الوحيد الشرعي المعترف فينا بينا في 148 دولة على مستوى العالم فإنت ليه تجيب حكومة جديدة وإحنا موجودين لأ إحنا معطردين على البند ده وتحلت بعد كده جماعة حماس برضو اشترطت على أن لازم وقف تام لإطلاق النار مش أسبوعين أو أي مدة لأ ده وقف تام لإطلاق النار قبل أي حوار آخر يعني قبل تبادل أي حاجة في الحكومة الإسرائيلية تحفزت على أن المرحلة التالتة دي يعني أسيب القطاع وأخرج وأسيب حماس أنا عندي أصلا خطة وأهداف أن أنا أنهي عن حماس دي نهائيا وأفضي المكان ده من المتطرفين من السلاح وحتى أدكل في منظومة التعليم وغير من منظومة التعليم بعد كده عشان أصنع جيل بقى جديد متوافق مع أركان بالضبط فرفضوا برضو النقطة دي وتحفزوا عليها فأدد ده للمبادرة دي يمكن المراحل التلاتة الأولى لها دي المبادرة وده التحديات اللي وقفته صدق طيب هنا أرجع لدكتور شفيق التلولي تعتقد أنه دي التحديات الوحيدة دكتور شفيق قدام المبادرة المصرية ولا أنه يوجد تحدي آخر هو وجود جهة فالثة أو رابعة ضامنة لهذه الاتفاقات يعني إحنا لما دخلنا معادة كامل ديفيد واتفاق السلام فكان فيه الجانب الأمريكي واشنطن كان الضامنة طيب أمام الكائن الصهيوني وقدامنا بالتأكيد فلسطين وبالتأكيد مصر صاحبة المبادرة فهل أنا محتاج حد زي واشنطن أو محتاج حد زي لندن يضمن لي أن الجانب الصهيوني يلتزم ولا أنا أستطيع أن أفرض هذا الالتزام على كل الجنبين أو على الفلسطينيين وعلى الاحتلال أحسنت أخي يوسف لأنه بالفعل وهذا ما قاله بالمناسبة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان وقال أو طالب بوقف العدوان أولا ووقف العدوان ووقف الحرب هي النافذة التي من خلالها من الممكن أن تطل كل المبادرات التي من الممكن أن تحقق للشعب الفلسطيني المبتغى وتنهي هذه الحرب وتحقق السلام السلام الذي هو قال أيضا الرئيس الفتاح السيسي السلام الشامل والذي لا يتحقق إلا وفق رؤية دولية وفق مؤتمر دولي لا يمكن أن تعود العجلة إلى الوراء ولا يمكن أن تعود عجلة المفاوضات وأحياء مصار العملية السياسية إلى الخلف كما كان الأمر في السابق لماذا؟ لأن الإدارة الأمريكية التي يفترض هي أن تكون راعية دائما لموضوع السلام سيما وأنها صاحبة حل الدولتين بخاصة الحكومة أو الإدارة الأمريكية الحالية صاحبة مشروع حل الدولتين الذي وقده نتنياهو وقتلته هذه الحكومة اليمينية لكن تكشف الأمر أمام العالم بهذه الحرب أن أمريكا كانت شريك كبير ومتواطئ في هذه الحرب الشعواء على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني ليس في هذه الحرب فحسب إنما كل السنوات الماضية التي كانت نتنياهو وحكومته يقوم بعمليات القتل للفلسطينيين في جنين وطول كرم ونابلس والقدس وفي كل مكان يدنس القدسات الإسلامية والمسائحية كان على مرأة ومشهد العالم وعلى مشهد كل الإدارات حتى الحكومة الأمريكية التي تعاقبت خلال الخمسة عشر عام الماضي ولذلك لابد أن يكون هناك ضمانات دولية وإشراف لأن من الطرف الذي يجب أن يلزم ويلجم هو الاحتلال لأنه يدير ظهره لكل العالم فهو يقتل يوميا في غزة إلى أن وصلت هذه المحرقة اليوم إلى أعلى درجاتها في الوقت الذي كل العالم يطالبه ويطالب نتنياهو بوقف هذه العدوان هو يستمر في هذا العدوان والإدارة الأمريكية لو أرادت أن تلزم الاحتلال لألزمته لأنه لا معنى للحديث عن أي حل للدولتين ولا عن أحياء مصاري العملية السياسية دونما أن تلزم الإدارة الأمريكية والعالم أن يلزم دولة الاحتلال وأذكر أن الآن ربما المناخ والبيئة الدولية تكون مناسبة لكن من يصادر هذه البيئة ويضع الفيتو أمامها هي الإدارة الأمريكية لأنه الجمعية الأخيرة الجمعية العامة الأخيرة أن يصوت ثلاث أرباع العالم لوقف اطلاق النار هذا يعني أن ثلاث أرباع العالم يصوت ضد إسرائيل إذن إسرائيل الآن في عزلة كبيرة بعد أن قامت بأكثر وأفضل الجرام التي ارتكبتها في غزة لذلك أي مبادرة تقوم فيها مصر هي مشكورة بالتأكيد ولها دور ولها ثقل وهذا ما تدركه الإدارة الأمريكية أن مصر لها الدور الريادي والطليعي القادر على التأثير في المنطقة وهذا الدور هو ما جعل حتى بايدن الذي لوح بعصى غليظة في بداية العدوان وأرسى أسطوله في شرق المتوسط عندما لاحظ الخطاب المصري المرتفع والعالي بدأ يتراجع وبدأ يعدل في خطاباته سواء كان على مستوى أو على مستوى بلينكين نعم لذلك المبادرات مهمة ومفيدة ومن الممكن أن يصل الشعب الفلسطيني إلى توافق حولها سيما بعد شلال الدم النازف وأن يتوافق على إنهاء الانقسام وتشكيل هذه الحكومة ولكن قبل كل ذلك يجب أن ينتهي العدوان والحرب وهذا هو أحد أسباب اللقاء المرتقب أو لقاء القمة المرتقب للرئيسان عبدالفتاح السيسي والرئيس محمود عباس في مصر لأن هذا أول مطلب بالتأكيد للقيادة الفلسطينية ثانيا ليس الأمر يقترن على هدنة وإن كانت مهمة الآن للشعب الفلسطيني لكن يجب وآد الرؤية الفلسطينية التي يحملها الرئيس أبو مازن أن الذهاب إلى إنهاء الاحتلال وليس لا إدارة الصراع ولا العودة إلى المفعوضات دون جدوى إنما آل الأوان لإنهاء هذا الاحتلال ومن خلفه العالم الذي يجب والعالم الغاربي أيضا الذي يجب أن يدعم مصر لكي تبقى في موقع وهي كذلك في الموقع الريادي فيما يخص القضية الفلسطينية وفيما يخص أنها الحرب على غزة هو للأسف الوقت خلص إلا أنه حتى نلتقي وأظن قريب علشان عاوز نكمل في مسألة المبادرة وعاوز نكمل في مسألة كيفية البناء على مكتسبات أصله 93 من جهة لكن الأكيد أن مصر هي الضمن الإقليمي لهذه المبادرة ولهذه الحلول وحل الدولتين فهيبقى لنا الجانب الدولي اللي هو للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية شئنا أبينا هو للأسف الشديد هي الشريك في هذه الحرب هي الشريك في هذه الحرب كلمة أخيرة من دكتور أحمد كلمة أخيرة أنا طبعا أنا بسامنة على كلام الدكتور وعايز أأكد على حاجة الترتيب بتاع مصر دلوقتي العاملاء أنه هم الرئيس البلينكين وسير الخارجية جاي ينهي هنا في مصر ومقصود أنه ينهي هنا في مصر الرئيس محمود عباس جي مصر عشان ينسق المواقف علشان لما ييجي البلينكين يتقدم مصر رؤية متكملة ملهاش مخرج صورة واضحة ورؤية متكملة أنا بقدمها لأمريكا يعني بحيث النهية دي خلاص هي دي الصورة اللي هتمشي عليها وبفرضها عليك مفيش حال آخر يعني هذا ما توفقنا عليه كعرب بلزبط ويلقى الأمر على المائدة الأمريكية فعليكم إقناع الطرف الإسرائيلي بالموضوع وعايز أقول حاك إن فيه تنسيق على المبادرة بشكلها دلوقتي ده مع خلاص مع الرئيس محمود عباس كمان مع قطر مع دول عربية أخرى على شكل هذه المبادرة فأنا كده أكدني إيه بقفل الباب خلاص هو ده الشكل اللي احنا هنمشي عليه وعلى الدول بقى الأخرى وبينها الولايات المتحدة وهي الدولة الأهمة طبعا في تأثيرها على إسرائيل إنها تاخد المصار اللي قدمته مصر لها إذن إحنا ماشيين في المبادرة المصرية لعل اللقاء بكرة يكون شديد الإثمار لعلنا نقدر بالفعل زي ما كان بيكلم دكتور أحمد مار وزي ما كان بيكلم دكتور شفيق التلولي إن إحنا نصل إلى الرؤية الواضحة المتكاملة حتى نستطيع عرضها أمام الأمريكان ده مش معناها إن إحنا بناخد إذن الأمريكان بس هو فينها خلاص في حاجة اسمها توازنات دولية حبنا ده ما حبناش ده فيه توازن دولي الأمريكان حاضرين في المشهد الشرق أوسطي أو المشهد العربي يشوف أنت عاوز تسميه إزاي بالرغم إنه هم شريك في هذا العدوان وقطعهم العسكرية وقفة قدام السواحل يعني أو يعني فيه قبالة السواحل الفلسطينية سيعتقف فيه منتصف منطقة شرق المتوسط بس وقف يعني خلينا بس نبقى متفقية شكل الدولتين في وقت من الأوقات ويمكن ده اللي أثاره دكتور شفيق هيبقى عامل إزاي ده شيء شديد التعقيد لأن انت عشان تتكلم على دولة كاملة فلسطينية سواء إزا كان القطاع قطاع غزة أو الضفة الغربية طب واللي بينهم ده ده أنا عندي مساحة فاضية أنا هعمل فيها إيه طب ولو اتصلت يبقى أنا كده أسمت دولة الكيان نصين هم يعني دي حدوطة طويلة المسائل الإجرائية أو هذه التكتيكات هتاخد وقتها المهم عندي أولا وقف أطلاق النار الصورة المتكاملة السيناريو المصري شديد الوضوح ناخد الأوكي من الأمريكان نبدأ نشتغل ثم هنتناقش في شكل الدولة هيبقى عامل إزاي الأكيد أنها لا يجب أن تخرج بعيدا عن حدود أربعة يونيو 1967 مش قرار الأمم المتحدة ده قرار مسمم خد باله مسمم وشرحناه قبل كده